أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 2 نيسان 2 أربعة القمر موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث في هي المنزلة القمر لغاية الساعة الثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة 2 أربعة لا ينتقل بعدها القمر لا منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود بالقوس واستقر تماما فالفترة هاي جميع الأبراج بتشعر بالابتهاج وبتجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والمراسلات والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد الرياضة المغامرات بوسعنا بالفترة هاي اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية وطبعا الزوايا الفلكية مش تأثيرها إنها كزاوية فلكية هي بتأثر على الأبراج على كل الأبراج بنفس ما بذكرها أنا مهما كانت وينما كانت وأي بيت كانت هي نفس التأثيرات الموجودة فبتضيفوها للتوقعات بتلاقيها انطبقت تماما عليكم بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية فرح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 52 دقيقة من بعد منتصف الليل يعني منقول فجرا فمنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس إيجابية برضو هاي رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 22 و 45 دقيقة صباحا فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 56 دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل وهي أوجها هي تسديس إيجابي بين عطارد وبين بلوتو رح تكون في تمام ساعة 6 صباحا هاي بتزيد من حد الذهننا والحس النقدي وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم الأعمال وإنجاح المشاريع واتخاذ القرارات اللازمة عما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و40 دقيقة ظهرا لبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 5 و41 دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري رح تكون الساعة 9 و16 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة للزاوية اللي إحنا منذكرها تأثيراتها بتبدأ تقريبا من قبل حدوث الزاوية ثمان ساعات وما بعد حدوث الزاوية ثمان ساعات يعني بظل استمرارية إلا الزوايا البطيئة تستمر ثلاث أيام أو أسبوع أو شهر على حسب بطء الكواكب ولكن الزاوية البطيئة اللي ذكرناها مع عطارد هاي تستمر تقريبا الخمس أيام أما بالنسبة للقمر وعمر القمر اليوم اليوم انحسار المحدب هو عشرين يوم في تمام الساعة تسعة وثلاثين دقيقة مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية بالنسبة للقمر وخلو المسار القمر موجود في القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت ثلاثة أربعة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنعشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعديها لبرج الجديد طبعا في صندوق الوصف كتبنا اللي هي خلو المسار ومكوث القمر وولاة للقمر للشهر كامل موجودة حاليا في صندوق الوصف أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في القوس حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية لأنه متقلب وفي زوايا كثير بين إجابي وسلبي ومكانه أساسا في القوس هو ضعيف شوي ولكنه منيح أنه مش منتحس فنسبة السعادة تعته خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم أربعة أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور لغاية 28 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي دينماكية جدا وممكن إنها تشكل عندك محطة للانطلاقة بورشة جديدة الفترة هاي ممتازة حاول إنك تستغلها برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي أثناء التعامل مع الأحبة وما تهمل واجباتك برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن وجود القمر مقابلك بسحب من طاقتك فعشان هيك بتتجنب الغضب والإنفعال وما تخلي أحد أو من المعارف أو الخصوم إنه يستفزك بالفترة هاي يحمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحانات عشان تحصل على جائزة معينة يعني بدك تتعب على حالك تحامل على نفسك وفي نفس اللحظة كون مستعد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون واضح في أولوياتك ما تدع أحد يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول أنك تحترم الموعيد لأن الفترة هاي القمر صار موجود في البيت السادس فبضغط على نفسيتك على العمل وعلى الصحة برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع عندكم المعنويات كون أكثر مرونة عشان تحقق إنجازات مهمة اليوم بتنتعش العواطف عندك وبتشتد الروابط متاني وثقة اليوم عندك رغبة بالتواصل العاطفي وبرضو الحظ بدعمك بشكل كبير القمر في مكان مناسب جدا حاول تستغل هاي الفترة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة اليوم ممكن تكثر عندك بعض الضغوط والمتاعب اللي إلها علاقة بالعائلة أو بالبيت هاي فترة في بتحمل بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه هاي ممكن بتخلي الظروف تعاكسك شوي وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بتنشطوا في أمور ممتازة إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والإقناع اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك اليوم تكثيف التحركات ممكن تعبر عن رأيك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة هاي الفترة إيجابية جدا برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات وميزانية وأمور مالية أهم إشي أنه ممكن بعضك يتلقى بعض الهدايا أو ممكن بعضك يقدم على استثمار أو أمور مالية الإشي المقلق هو المصاريف المنزلية الطارئة أو الاستشفائية برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالعك في هاي الفترة أخبار أو خبر بيكون مثابة إشارة لانطلاق جديدة هاي فترة ناشطة وحماسية بفضل وجود القمر عندك ممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره أو تنطلق بمشروع ما الفترة هاي ممتازة جدا وانت في الفترة هاي ملفت للنظر وخصوصا للجنس الآخر برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول إنك تستريح ولا تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة هاي فترة فيها صعوبة وفارغة من الحضوظ خفف من وطيرة عملك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك والأمور اللي إلها علاقة بالوسواس والقلق يوم والقمر بصير عندك بتتعوض كل الأمور وبتتحسن أفضل من هذا اليوم برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة انت بحاجة لن نصيحة بالفترة هاي بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء إنك ما تهمل الواجبات وكون منظم ودقيق وحاول تنجز أمورك بسرعة يبل ما يوصل القمر ويصير في بيت المتاعب وتصير فترة سلبية برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم رح يكون عنده غيرة على مصالحك وهاي الفترة بتكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر على حسب جاهزيتك وعلى حسب انت شو بتقدم تأثيرات القمر بهذه المنزلة بتكون شوي ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تتذمر على مسامع أحد واصبر برضو الفترة هاي ممكن تستعين ببعض الشخصيات أو بالواسطة أو بناس بمكان معين لمساعدتك أو دعمك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء